السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحة الاهل اليوم في الفيسبوك أهلا بكم من جديد مرة تانية معاكم محمد الجزار يسعدني أن أكون معكم من هنا من ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة هنقلكوا إن شاء الله آخر التفاصيل حوالين تدريب النادي الاهل الأخير في العاصمة القطرية الدوحة دعوتكم للنادي الاهلي وتعالوا نشوف مع بعض التدريب طبعا بحييكم وبمس عليكم من هنا من أستاذ جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة وقدمنا على الهوى مباشرة التدريب الأخير للنادي الاهلي أعمل لكم الزوم وأوري لكم وصلوا اللعيبة قبل شوية داخل أرض الملعب وطبعا مفتوح الملعب 15 دقيقة للحضور الجماهيري أو حفوا لحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة طبعا أوريكم من المباشر المدرجات والملعب والتجهيزات الأخيرة هنا إن شاء الله هيكون مدرج النادي الأهلي التالتة شمال طبعا حضور إعلامي إن شاء الله العشرة وبإذن الله السبعة بكرة كمان كل محبين النادي الأهلي التالتة شمال التالتة شمال هناك عفوا مش هنا دي التالتة يمين شكرا صدقنا العزيز مسلم الهلاوي أهلاوي نعم أهلاوي أكيد صدقنا العزيز مسلم الهلاوي تحزك بال الله عليك فريق فيه فريق عظيم أدي له عمري وبرضو والله برضو أليف أقفتها في مباراة السوبر أو مباراة الكلاسيكو مع الزمالك 2011 كانت عادة الثاني في أستاذ قاهرة بس أنت أهلاوي أو لازم تكونوا في الصراحة؟ لا لا أنا أهلاوي من إمتى؟ من الحين من 2004 من 2004 ماذا معنا؟ 2004 حبيبي صدقنا أولاً خلينا نعرف الناس ده مشجعين أو صفحة جماهير النادي الأهلي في مصر الأهلي اليوم صدقنا العزيز مسلم الهلابي المسؤول الإعلامي لنادي قطر القطري وعضو اللجنة المحلية المنظمة بنرحب بك أبو حمد وأهلا بك وسط جمهور النادي الأهلي وبنسعد جداً أن أنت تعلن أهلاوياتك عبر هذا البس المباشر فريق جداً سعيد صراحةً فريق عظيم فريق فخر للعرب فخر للقرى الأفريقية أيضاً يكون موجود في قطر لمشاركة مباراة ونقول عنها السوبر الأفريقي اللي مع فريق شقيق له اللي هو الوقتران المغربي أعتقد فريق اللاهلي كتشبنا في كاس الحالم الأندية كان فريق عظيم جداً فريق مميز فريق لا تاريخ العشق يبقى أبدي من طهر أبو زيد من بيبو من كرامي ومن ثابت البطل الجيل القديم الثمونينات وأيضاً اللي عشقنا أكثر في جيل بوتريكا واحد سامغالي وسيد معوض والشباب اللي كان مولدين صراحةً فريق كان ممتع فريق قوي يكفيه وينافس عندي العالمية على عدد البطولات العالمية توقعاتك لنتيجة المباراة أنا أتوقع ثلاثة واحد للأهلي لكن الحذار إن الأهلي في الفترة الأخيرة شوية مستوى كان مش ولابد في بعض المباريات شفناه قد يكون الرحاق الكبير قد يكون حالات الإصابات العديدة لفريق ساعدنا جداً بوجودك معنا الصديق العزيز مسلم العلابي عضو اللجنة المنظمة ومنصق الإعلامي لنادي قطر القطري بنسعد دايماً بك وشكراً جداً بك شكراً شكراً أيضاً موجود صديقنا العزيز والصوت الأهلوية أسامة السويسي اللي دايماً حاضر وبيغطي وورا الأهلي في كل مكان بنقول له منور يا أبو إسلام حبيبي الأهلوية أكيد نور مورة أبو آدم والله يا ربنا يا كريمك أنت اللي متغلق ورفع رأس العالمين المصريين في الزوحة ومسانين كلهم ربنا أديك الصحة ودينا التوقع بقى كم كم؟ أم نحديش التوقع بقى إن شاء الله الأهلي يتوقع بقى رغم أن المباراة صعبة على ذلك المباراة صعبة ومستهلة لأنه قريق ناضي الزركان قريق قوي يلعب بروح وعنده روحة طريقة عالية تشارس بالمنعب المباراة اللي هي مباراة الترويس الجامعة جانية هذه ما تقدرش تقول إن فيك في الطريق أقوى من الطريق أكثر على المباراة سيك العافة أبو إسلام ومنور ودي طبعا نرجع بقى للتدريب مرة تانية وتدريب حراس المرمى الشناوي وبجبل بدأوا التسخين والفريق موجود داخل أرض الملعب وقدمنا إن شاء الله أربع دقائق هكون معاكم لبعدها بينتهي الوقت المخصص لوسال الإعلام وزي ما أنتوا شايفين قدامنا على الشاشة التدريب النادي الأهلي كل الامنيات بالتوفيق طبعا ده المكان اللي مسمح لنا نكون موجودين فيه بسبب الإجراءات الاحترازية وظروف كورونا إن شاء الله بإذن الله كل الامنيات بالتوفيق ونطلع معاكم لايف بكرة هنا في الصفحة ونقول مبروك للنادي الأهلي طبعا الملعب زي ما أنتوا شايفين فعلا ملعب صغير ما فيهوش تراك ألعاب القوى المدرجات منها لأرض الملعب على طول وساعته زي ما أنتوا شايفين هتدي لكم صورة وإطلالة ده شكل الملعب من الخارج موجودين زملائنا هنا في الدين سبورتس أيضا بيغطوا التدريبات وزامرنا الصحف الأهلاوي الأستاذ حسام نبوي اللي بنرحب به أيضا كم كم أحسام إن شاء الله ربنا يسمع منك ومتعلق دايما حسام وأيضا نرحب بصديقنا الإعلامي أستاذ رجائي فاتحي اللي بنقوله منور متوقعتك للنتيجة الزرجائي إن شاء الله كله متوقع 3-0 يا مساهل الحال يا رب ربنا يكرم إن شاء الله ويوفق النادي الأهلي كده جماع أنتم موجودين معنا هنا على المباشر من أرض الملعب وبكرة بإذن الله انتظروا تغطية خاصة جدا جدا للمباراة تابعونا وفلكه طيب إن شاء الله دايما وراء الأهلي وخلف الأهلي في كل مكان نحن وكل زميلنا الألميين والصحفيين اللي بيحبوا الأهلي ودايما بيسندوه أدي قدامنا على شاشة تدريب حراس المرمى يمكن قبل شوية في المؤتمر الصحفي محمد الشناوي تكلم وأكد على أهمية المباراة وصعوبتها ويمكن سألناه عن المسألة الأعلى محليا قال عصام الحضري وعالميا قال مانويل نير بنتمنى كل التوفيق لعلي لطفي ومحمد الشناوي وكل نجمنا في النادي إلهلي بإذن الله أنا قلت أبو جبل؟ أنا بقول علي لطفي علي لطفي آه علش علش بالغلط والله تحياتنا طبعا لا لا أنا قصد علي لطفي جمال خلاص زلة لسان قازف والله لاش إنها ما بقولش يضغط اليوم المباراة أكيد على هايمن أشرف ده طبعا لسه كله تسخين كده وتجهيز مش هيبدأ طبعا مسماني التدريب إلا بعد خروج وسال علام عشان ينفز التكتيك ويشوف الأمور هتبقى ماشية إزاي إن شاء الله كل الأمنيات بالتوفيق للنادي الأهلي أنا إن شاء الله سريعا هكون معاكم للرد على أي استفسار لو حد عايز يسأل على حاجة قبل ما نقفل البس ونخلص لأنه خلاص الوقت قارب على الانتهاء إن شاء الله بنقول لزاملنا المصور محمود الحفناوي فانتظار صور خاصة لصفحة الأهلي اليوم يا محمود هتوعدنا الصور التدريب هزين حاجات حالوزيماتنا الصحف محمود الحفناوي صحف جريدة الوطن القطرية واليوم السابع والكرة والملاعب بنرحب به إن شاء الله بإذن الله بنزلكم الصور بعد شوية على صفحة الأهلي اليوم صفحتكم بسعد دايما بمتابعتكم وبسعد جدا أني أكون معاكم دايما ورب دايما لأهلي خلف الأهلي في كل مكان نسنده وندحمه أشكر كل زاملنا الموجودة حسام السويسي ورجائي وحسام نبوي إن الحقيقة موجودين معانا وبيغطوا وبيتابعوا كل أخبار النادي الأهلي كل صغيرة وكبيرة لمسندة الفريق ودعموا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بكرة توقعات أنا شخصيا 2-0 للنادي الأهلي بإذن الله وسجله كده إن شاء الله عبد الله راضي حبيبي عبد الله تحياتي لكم والله العظيم وحشنا جدا وإن شاء الله بكرة تشوفوا النادي الأهلي وتستمتعوا به في مباراة كبيرة علي معلول جاهز إن شاء الله وكل اللعبة جاهزة زي ما أنتم شايفين قدامكم على الشاشة في التدريب ما فيش أي غيابات ما فيش أي إصابات الحمد لله الصفوف مكتملة إن شاء الله بإذن الله أنا دايما أقول يا جماعة اللي يلعب في المباركة 11 رجل في الملعب إن شاء الله للأسف بالتأكيد المباراة ليست منخولة على القناة المفتوحة حتى الآن لو عرفت أي معلومة جديدة تأكدوا إن شاء الله أنا هنشرها وأقولها على طول فورا لكن المؤكد بالنسبة لي حتى الآن إن الكاف رافض والمباراة هتكون على قناة بين سبورتس المشفرة بريميوم وان وديه يكون فيها للستوديو التحليلي وأيضا على قناة بين سبورتس HD4 دي هتكون من غير للستوديو كل الدعم المعلول وكل الدعم اللعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله ده كان الإطلالة معاكم في هذا البس المباشر بشكركم جدا على المتابعة وبشكر صديقي العزيز جاسم العزيز مسلم الهلنابي على تعاونه الدائم معنا وإن شاء الله نشوفكم على خير تحياتي شوف شنطتي بس بدينا بقى كده نفتم بعد إذنك آه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ساعدت جدا بمتابعتكم وإن شاء الله انتظرونا في بس بكرة بس خاص هيكون مع الجمهور من المترو وبس إن شاء الله من هنا من الإستاد خالص تحياتي ليكم كان معكم محمد الجزار السلام عليكم ورحمة الله بركاته 2-0 لنادي الأهلي إن شاء الله شكرا أبو وحمد شكرا شكرا